السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بأعزائي الطلب والطالبات أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية إذن دائما في إطار الاستعداد الانتحان الوطني المستوى التانية بكالورية ارتأيت أن تقاسم معكم هذا الموضوع الخاص بالأعداد الأعقدية لأهميته طبيعة حال لما لا يترمنه من أسئلة مهمة جدا للغاية إذن حتى لا أطلع عليكم الكلام ولا الموضوع الآن أمامكم باللغة الفرنسية وإذن نحاول دائما تبسيط الأمور بلغة العربية حتى يستفيدا الجميع إذن كما ترون أول سؤال بديهي يعني أدنا واحد متضابقه هم سيقفت فيرفي أو تحقق بأن الرصين 2-2-2-2-2-2-4i رسودة دونسي لإقواصين كوووية زو كاري плюс 2z plus 1 plus i ثم نحاول ظهر تحقق بأن الرصين 2-3-2-3-2-4-4-4-5-4-5-7-4-5-5-6-5-6-6-7-4-5-5-6-4-5-6-5-6-6-6-5-6-6-5-6-5-6-6-6-5-6-6-5-6-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-8-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-8-7-7-7-7-7-8-7-8-7-7-8-7-8- الحق المتوالية ومطلوب هو تحق بأن A فهو وسط أو فهو منتصف القطعة M A M 2 ثم بيين أن الرباعي O A M A B فهو معين وإنشاء النقاط M A و M 2 يحسب مساحة المتلات O C M 2 بيين أن الزاوية بين U و O M A يسد P sur 8 ومطلوب 2P 4P ويسد في كذلك بأن المعيار ديال O M A هو رصين 2 رصين 2 plus رصين 2 وإنشاء النقاط M A B وإنشاء النقاط M A B وإنشاء النقاط M A B إذن كما ترون فهو كما قلت فهو تمرين جد مهم إذن خدروك تلقى في لقراءته بتماعون تم الإجابة مختلفة هذه الأسئلة إذن من أرادا أن يتبعني أو يتابعني على الفيديو مباشرة فلاه الحق في ذلك إذا كان على الأقل أن يكون ملما بكل ما تحمله الكلمة من معنى فيما يخص هذا الدرس لأنه مهم جدا وتتعطى عليه غالبا بين ثلاثة وأربع نقاط إذن فلابد على أن يكون أو يكون أن ينجز مجموعة من التماري المهمة حتى لا يتعارض مع بعض المشاكل إذن فلا إذن غني حاول نجاوب على التمرين أو السؤال الأول عدنا أول سؤال تنظل بأن هذا كل شيء غير يجاوب عليه لأنه بديه جدا إذن يتعامل مع هذه الطريقة ساديجة نريد أن نقول ساديجة ولكن بطريقة حرفية يعني ممكن له الحل له الحل في ذلك ولكن هنا يمكن أن ألاحظ شيئا بأن هذا الجيد الجوج نقدر نديره يعني ندير هنا ثم أقوم بهكذا إذن جيد الجوج أقاري سيده غلق عندي فقط أمواني أقاري إذن تلاحظ السهولة كيف تكون دوك هاد أمواني أقاري فاسي باش نديري أموان دو إي موان ز دوك هاتطينا موان كاتر إي ولا فيما يخص هاد السؤال الأول السؤال التاني يطلب مننا حل المعادلة التالية اللي هي زد أقاري بلس دو زد بلس أ بلس إي إغال زو إذن لحل هذه المعادلة خاصة القلبو على دلتا اللي هي بأقاري موان كاتر فو أس يعني يعني أم plus إي دوك اللي يعرفو ذلك دوك هي جدر دلتا دوك يموان رصين دو فو أم وان ي دوك يموان يعني موان دوك يموان رصين دو دو موان رصين رصين دو دو دوك إي إذن الحلول ببساط إذن فيما يخص السؤال التاني وهو لخليها تلاخر ونعالجها بطريقة كلية إذن سؤال دو ولكن دو ب إذن أعطونا زيد بي إقال وعندنا المطلوب هو تكتب على الشكل المتلسي إذن تعرض أن هذه قدرة نكتبها على الشكل المعدة رهي كوسين دو 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 إذن إذا كنت حافظ طبعا الحال تنظن بأن ها سهلة ما كنت حافظ يمكن لك تستعمل الدائرة المتلاتية إذن دائرة المتلاتية تعرض بأن P sur 4 هو هذا ومتصف يال P sur 2 إذا كنت هذه P sur 4 سهلة النقطة هذه de P sur 4 سهلة هي طوال P sur 4 إذن تتلاحظ بأن هذا voilà باش نفهم كم أمور هذي دو هذي P sur 4 دو تتلاحظ بأن كوس de P sur 4 هو racine 2 sur 2 دو نفهم باش دو 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 سهلة تتلاحظ باش 4 دو 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 زد بي إذن هذا هو الشكل لفم الجيب أو بي الشكل المتلاتي إذن دو سوال الت أطلاق زد إغال moins 2 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 وإن زد 2 إغال racine de 2 moins 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 تتلاحظ دو هذي سيطان تريد لأنه هذي الحلول التي أعطيكم تلقى هذا إذن دو هذي الحلول لقيت مصبق في المعادة إذن هذي ك astuce إذن أم إذن نقع إذن نقع إذن م 1 m 2 il سي سي دو وإذن ي إذن زA égale à z de M1 c'est à dire z1 plus z2 sur 2 donc il suffit de montrer cela alors pour montrer cela on va déterminer z1 plus z2 sur 2 c'est à dire voilà donc ça me donne moins 2 moins racine de 2 plus i racine de 2 plus racine de 2 moins moins 2 voilà moins 2 moins i racine de 2 sur 2 donc avec sur 2 c'est à dire sur 4 pour simplifier pour gagner un peu de temps donc ici je pourrais simplifier donc racine de 2 je pourrais simplifier moins racine de 2 avec racine de 2 et racine de 2 avec moins i racine de 2 donc il me reste quoi moins 2 sur moins 2 c'est moins 4 sur 4 donc c'est moins 1 qui n'est autre que z1 donc on a bien montré que z1 plus z2 sur 2 égale à ce qui prouve que a est le milieu du segment m1 m2 et donc le sœal est-ce qu'il y a la moelle est-ce qu'il y a que la moelle est-ce qu'il y a O A donc voilà ou m2 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 2 m2 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 فان 我 Army أم إسأذار أم أن فقد أن ف Ens È فعطى و أم fö على عشت العاج seminar لغاني تشهروا بريض خيش مع فه شيء عمل أنزل photographنا لغاني توجد أنزل يعني متوازي الأضلاع. إذن هذا نصف الجواب. ولكن بما أننا دائما لابد من أخذ بالاعتبار بأن O و A و B sont non alignés. هذا c'est très intéressant. يعني غير مستقيمية هذه النقاط. هذا من جهة؟ چهة؟ هذا من نабот Thanksgiving. يعني انا أو�� Bare. 생قيمية…! هنا دائما نے نقول جهة؟ absencestadات التي أض Правذة؟ لonnستشفاء. المتخص تقديمي أحتي أعلى élقية جعب؟ Pour vous rappeler, pour construire les points M1 et M2, il faut remarquer, donc je vous donne cette phrase pour que vous la laissez chez vous, pour remarquer que M1, M2 est parallèle A au B. Vous allez me dire pourquoi, tout simplement car les points A et M1 et M2 sont alignés, parce qu'on a montré tout à l'heure que A est le milieu du segment M1 et M2. Alors, d'autre part, on a Z1 qui est égal à moins 2, moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Vous remarquez que la partie réelle de Z1 est négative ainsi que la partie réelle de Z2 est négative. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que la partie imaginaire de Z1 qui est racine de 2 sur 2 n'est autre que la partie imaginaire de B. Il y a des flouks qui est racine de M1, car la partie imaginaire du point M1 n'est autre que la partie imaginaire de B. Connaissons déjà, on va construire, c'est facilement de construire B, alors je peux construire le point M1. De la même manière, la partie imaginaire de Z2 n'est autre que moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire négative, c'est-à-dire que c'est la partie imaginaire du point C. Alors voilà, ça va bien sûr m'aider pour la construction du point M1 et M2. Donc voilà, je vous donne la construction, donc voilà, j'ai déjà construit, donc voilà l'axe X, voilà l'axe Y, on vous donne U et V. Donc bien sûr, ça c'est un cercle de rayon 1, donc voilà, je prends 4 caros pour vous montrer, voilà le rayon 4. Alors pour construire le point B, je sais que ZB est égal à l'exponentiel de 3 pi sur 4, je sais, voilà, pi sur 4, ça c'est le point pi sur 4. Donc vous remarquez bien, pi sur 4 n'est autre que Y, mon assiette, il y a pi sur 2, et voilà, pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc c'est facile de construire le point B. Alors ZC est égal à quoi? ZC égale à moins ZB, c'est-à-dire par une rotation de pi, je trouve ZC. Voilà, donc je choisis ce sens comme le sens positif. Donc qu'est-ce qu'il me reste? On a montré que A est égal à ZA, ZA égale à moins Z, donc voilà, c'est bien, sa partie réelle est égale à moins Z. Donc A est le milieu du segment M1 et M2, et comme la partie réelle, comme la partie imaginaire, je dis, de Z1, donc je vais l'écrire ici pour qu'elle soit claire. Donc on a dit que la partie imaginaire de Z1 est égale à racine, qui est égale à la partie imaginaire de B. Donc la partie imaginaire de B, voilà, la partie imaginaire c'est ça. Donc je vais, je transeille la droite, bien sûr, qui passe par le point B. Donc la rencontre de la parallèle de la rencontre de la droite qui passe par A, M1 et M2, ça va couper cette droite en ce point que j'appelle M1. Donc c'est facile de tracer la parallèle M1 et M2 qui passe par le point B. N'oubliez pas qu'il passe par le point B, وهي موازie à l'OB. Donc, rassemblons à la المستقيم الموازie à l'OB, l'addié, yamurru, minal, nocta A, وتqâto'uhu, maa, l'muqarib, ou l'mustaqim, al-ofuqi, l'addié, yamurru, minal, B, c'est à l'addié, nocta M1. Une fois que j'ai trouvé M1, c'est facile de trouver M2, l'addié, la partie imaginaire du point M2, c'est la partie imaginaire du point C. Je souhaite d'être un peu l'addié, on apparaître les technologies qui sont d'adhors au N3. Donc, j'ai ajouté un vrai sur le point F, pourquoi ? Fait-chè, car la conséquent à l'addié, par leur, il faut faire les élèves par le point C. Donc, si tu es à l'addié par le point B, c'est soit la part B, c'est à l'addié par les élèves par le point B. Donc, le point de réagir, c'est d'éhrément de la ligne Dioie de l'addié par le point F, sur la ligne X, un égangeur de la ligne F, c'est l'addié par la ligne F. هذي فلا كيف شغل مجدوها يعني هي ماذا هي بي ناقص هاد الزاوية هذي او هاد الزاوية ما هي الا لان بينا بان او ا ام ا بي اتالو زوج يعني ان الزاوية اللي كنا هنا غتكون يعني ان هاد القطع هاد او هاد المستقف هو منصف لها الزاوية ده بي سيرويت هنا غتكون بي سيرويت هنا غتكون بي سيرويت وبالتالي الزاوية اللي غتكون هنا هي ماذا هي بي ناقص بي سيرويت هي سات بي سيرويت اتمنى ان اا يفهماني الجميع اذا الان غريم شوف نعود رجوع الاسئلة المطروحة تنظن سي قلت اوجد اا اا مساحة المثلات مساحة المثلات او سي عمده بما انه مثلة قائم الزاوية يعني غادي ندرو هو الارتفاع اذا الزاوية او سي ام دو دوك ولا او سي ام دو هاد الزاوية اذا هنا تلاحظوا بانا عدنا مش عافوا عدنا مثلات مختلف الاضلاع اذا تلاحظوا بان مساحة المثلات هي الارتفاع على القاعدة القاعدة هي هي ام دو سي مضروب فاش مضروب القاعدة مقصوم على اثنين تنظر هاد الامور خس كم تكون احضر دينا مساحة المثلات اذا سي اتقال الارتفاع فو سي ام دو سي ام دو سي ام دو اذا ارتفاع اشنا هو الارتفاع هنا تاني في الحالة هادي اذا اقرأ رجوع معكم الاسئلك الارتفاع هو هادي من هاد الارتفاع هادي حتى الهادي هادي حتى الارتفاع 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 ه هناكวه 안돼 أ愿 تكون درج جوج على słяж願 والمان نضيف في الصاب par الاتفال ليص يصيّل الصاب 2 ومن صاب 2 شبير ثم يصيFr2 في السنية يصيق مان قد يصذاب ثمين يصيق كيف صاب 1 يحين كيف ان درج و tuned على السابق جدا تو سور 2 و سأ arose جدا لدى أ caresating بإعضاء لمسا لطول لطول على şu leg ازوجة لقد أرواية بن 005 وصف ن motivated اللي هيا نقول ل positivity بن 005 ووأ من خلال الرسم ناقص زاوية ووأ ستاة زاوية هي π كما شاهدت لكم بلا moins π sur 8 donc c'est 7π sur 8 موديولو 2π voilà سؤال on vous donne وم 1 أولا وم 1 يمكن أن هناك يمكن أن يكون اتدعي هنا 4 عنه مرتبطة يقام 4 رسين 2 2 2 ويكون أتدعي 3 على 4 أعطي يمكن أن يكون 6 4 رسين 2 2 2 2 4 6 6 2 2 10 8 وقف 2 2 2 2 2 2 وبيتالي O M 1 1 2 4 2 2 2 2 2 على ان تقوم بتقريبه Kaz إذا نهدف دينا هو إجاب قيمة ككورسيزون reappيزة ، إذا ن получается في النصاة ، يعني أن ترجمة نانسي قنقل موان دو موان غاسين دو دو سور دو فو غاسين دو دو بلوس غاسين دو دو نهاية هذا التمرين اذا اتمنى ان يكون تبسيطي لهذا المعطي المعطيات تكون في تناول الجميع ويفهمها الجميع اذا ما القليل الا ان اشكركم على انتباهكم اتمنى لكم حبدا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته